السلام عليكم حياكم الله جميعا معكم الأستاذك الشعلا في حل نموذج مسابقة الكنجارو لسنة 2018 للصفوف الثالث والرابع ابتدائي طبعا في كل نموذج نحل ثلث المسائل الثلث الأول يكون على كل سؤال ثلاث درجات والثلث الثاني يكون على أربع درجات عن كل سؤال والثلث الثالث يكون على كل سؤال خمس درجات هذه الحلقة الثانية يعني من حل المسائل التالية من السؤال التاسع إلى السؤال 16 وهو الثلث الثاني في هذا السؤال التاسع قام أحمد باستخدام العديد من البلاط كلا منها على الشكل التالي لتصميم نماذج فكم عدد من النماذج الخمسة التالية يستطيع أحمد تصميمها باستخدام هذه البلاطات طبعا في هذا السؤال اللاحظ أنه يكون على البلاط مرة وردة ودائرة لاحظوا هنا في هذا الشكل وردة دائرة وردة دائرة وردة دائرة يعني وحدة ووحدة تكون وردة ودائرة اللاحظ أنه هذا الشكل نعم ممكن يصير يستطيع بلطة وأيضا هنا أيضا مفرق ممكن يستطيع بلط بس هنا في هذا الشكل لا يستطيع أحمد ليش؟ لأنه صار هنا ثلاث بلاطات جميع وهنا مفترقات أو عفوا هنا متجمعين ومفترقة عن الوردة فهذا لا يمكن الرقم الثالث إذن الإجابة تكون الإجابة تكون فقرة يعني أربع بلاطات إذن هذا صحيح وهذا صحيح نعم ممكن وإنما بصير الإجابة فقرة إذن يستطيع إذن يصير رقم بصير الإجابة إذن فقرة دي نعم ممكن يصير أربع نماذج نروح إلى السؤال اللي بعده السؤال العاشر قال لنا في هذا السؤال العاشر أنه قام ماجد بملء الشبكة التالية باستخدام الأشكال الخمسة المختلفة هنا هذه الأشكال أروح أرقمها يكون أسهل إلي إذا رقمت رقمت أقول هنا رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة يصير بالترقيم أسهل طبعا هنا نريد نمل الفراغات نلاحظ أنه رقم خمسة هنا موجود صح؟ إذن وهذا رقم ثلاثة موجود ورقم واحد أيضا موجود إذن نشوف اللي ناقص اللي ناقص عندنا رقم اثنين ورقم أربعة إذن لاحظ رقم أربعة موجودة هنا السمكة فإذن هنا القاصر اثنين نعب هنا هذا الحيوان الثاني إذن نروح إلى أيضا إلى تحت إعلامة الاستفهام إذا هذا رقم اثنين موجود ورقم الوردة أيضا موجودة رقم واحد والضفضع رقم ثلاثة موجود وأيضا السمكة رقم أربعة موجودة بقى رقم خمسة إذن هذا هنا يصير رقم خمسة وهو هذا الشكل الشكل الآخر إذن فبصير عندنا الإجابة فقراء ا هنا يكون بالترقيم أسهل للطالب علشان يقدر يوجد الإجابة سريع نروح إلى السؤال اه ال 11 في هذا السؤال قال لنا قام عمر بقص نوعين من القطع من شبكة ورقية كما في الصورة التالية فما هو أقل عدد ممكن من القطع التي يحتاجها عمر لتغطية القارب بالكامل نستخدم هنا طبعا علشان نستخدم نقدر نحسب عدد المربعات والقطع التالية فإذا حسبنا عدد المربعات اللي يحتاجها فبيصير لنا الإجابة فقراء دي فقراء بي عفوا لأنه ست مربعات هو بيحتاج علشان يوجد يغطي المنطقة كامل يعني يا أنا أحسب هذه المربعات هنا عندي أربعة وهنا عندي أيضا أحسب عدد المربعات وأحسب هنا عدد المربعات وبعدين نشوف عدد القطع فاللاحظ إنه يحتاج إلى ست قطع السؤال الثنائش قال لنا في هذا السؤال عندما عكسنا الألوان الأصفر بدل الأسود والأسود بدل الأصفر ثم قمنا بتدويره بتدوير الصورة كيف ستكون الصورة الجديدة هنا لازم التدوير صار لنا تدوير قلنا في هذا السؤال حلينا أيضا في النماذج السابقة أروح أسهل إلي أحسب عدد النقاط علشان أحذف الإجابات الغير صحيحة لو حسبت عدد النقاط لاحظ إنه هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع إذن سبع نقاط إذن في السبع النقاط أروح أبحث هنا عن سبع نقاط هنا أدنى أربعة هذه ثمان نقاط إذن الإجابة هذه غلط وهنا نلاحظ خمس نقاط إذن الإجابة هذه غلط ونلاحظ في هذا السؤال سبع نقاط السؤال اللي بعد هنا سبع نقاط ما دام هذه سبع نقاط إذن أروح أدرسه وهذا أيضا الإجابة غلط لأنه خمس نقاط وهنا سبع نقاط هنا نشوف هل هذا تم تدويره شوف لاحظوا هنا تحت موجود نفس الشيء هنا موجود تحت فإذن هذا ما تم تدويره إذن هذا أيضا غلط فتكون الإجابة فقراء إي إذن إجابة هذا السؤال تصير فقرائي لأنه تم تدويره السؤال اللي بعده وهو سؤال 13 لدى أرنب 20 جزرة يأكل جزرتين منها يوميا فإذا علمت أنه أكل الجزرة الثانية عشر يوم الأربعة يعني هنا في يوم الأربعة أكل الثانية عشر يعني الجزرة رقم 12 في الجزرة رقم 12 إذن أروح أحسب قليل متى بدأ الأرنب أكل الجزرة هنا أدنى يوم الأربعة إذن يوم الأربعة أكل رقم 12 ارجع الى الوراء وهو يوم الثلاثة يعني يوم الثلاثة اكل عشر جزارات بعدين الاثنين اكل ثمان جزارات بعدين يوم الاحد اكل ست جزارات بعدين يوم الجمعة اكل اه اربع جزارات عفوا عندنا الثلاثة الاثنين الاحد السبت السبت في يوم السبت اكل اربع جزارات اذا يوم الجمعة بدأ في اكل الجزارتين اذا فبصير لنا الاجابة وهو يوم الجمعة لان في يوم الجمعة اكل جزارات نرجع الى الوراء كل مرة نقص اثنين اذا بصير لنا يوم الجمعة الاجابة الصحيحة السؤال الرابع قامت مي بلسق عشر مكعبات مكونة شكل مكونة شكل كالتالي ثم قامت بتلوين الشكل باكمله وتلوين قاعدته ايضا فما عدد المكعبات التي قامت بتلوين اربع اوجه منها بالضبط نلاحظ ان الاوجه المكعب وهو ستة اوجه نشوف مين المكعبات اللي صارت ملونة فقط اربع اوجه علشان يشوف المغطة نلاحظ ان اللي في الوسط يصير مسدودة من جهتين زي هنا هذا المكعب الاول وهذا المكعب الثاني وهذا المكعب الثالث لان من جهتين وهنا اربعة وهنا خمسة وهذا ستة وهذا هنا سبعة والاخير ثمانية اذا صار عدد المكعبات عدد المكعبات وهو ثمان مكعبات يصير اذا الاجابة فقرة سي السؤال اللي بعده سؤال خمسة عشر ليكن لدينا ثمان ازهار على شجرة ومجموعة من الحشرات بعضها نافع والاخر ضار تقف على كل زهرة حشرة واحدة على الاكثر وقد لا تقف عليها اي حشرة هنا عدنا حشرات ضارة بس يقول اذا في هذا السؤال اذا علمت ان الحشرات قد وقفت على اكثر من النص عدد الازهار وعدد الحشرات النافعة هو ضعف عدد الحشرات الضارة كم عدد الحشرات النافعة هنا قال لينا ما دام اكثر من النص يعني معناه يعني اما خمس او ستة عدد الحشرات او سبعة او ثمانية هذا اكثر من النص نلاحظ هنا في السؤال قال لينا ان عدد الحشرات النافعة ضعف عدد الحشرات الضارة هنا في سؤال اذا كان عدد الحشرات خمسة هنا لا يوجد لها ضعف وهنا ايضا السبعة عدد لان فردي لا يوجد فتكون اذا سبعة ملغية والخمسة ملغية نروح نشوف الى العدد الثماني ايضا بصير ملغية لان عددهم كاملين لان عدد الازهار ثماني فاذا احنا نبحث في العدد ستة في العدد ستة قال لينا انه ضعف العشرات ان عدد الحشرات ضعف الحشرات النافعة اذا الحشرات النافعة ضعف عدد الحشرات الضارة يعني ستة اقدر اسويها اربعة مع الحشرات الضارة اثنين إذن مجموحهم ستة إذن نقول اثنين ضعفها أربعة يعني الأربعة ضعف الاثنين فتكون الإجابة في هذا السؤال إذن عدد الحشرات النافعة هو أربعة السؤال الآخر في هذا القسم يريد البحار أن يبحر من جزيرة إي عبورا بالجزيرة المحددة على الخريطة التالية ويعود مرة أخرى للجزيرة إي هنا في هذه المسافات قال أن إذا علمت أن المسافة التي قطعها البحار 100 كيلومتر وأن المسافة بين D و أل مساوية للمسافة التي بين E و F مرورا بالجزيرة V ما هي المسافة المباشرة بين E و أل إذن يحتاج المسافة المفقودة يبغى هذه المسافة كم يصير علشان أوجد المسافة قال لنا هنا 26 هذه نفس المسافة شفت هذه المسافة؟ نفس هذه المسافة 26 فإذن أروح أنقص نقول 26 ناقص 17 الجواب يطلع لنا 9 إذن هنا قياس 9 وأروح أجمع الآن العداد مادام عرفنا إذن هنا 9 أجمع كل العداد 26 مع 26 صار 52 مع 15 صار العدد 67 إذن 67 أروح أنقص من المجمل العدد الكامل بيطلع لنا نستلف بصل لنا هذه 10 إذن 3 وهنا بصل لنا 9 ناقص 6 إذن الإجابة 33 كيلو متر فإذن تكون الإجابة فقرة فتكون الإجابة فقرة D إذن هذا بالنسبة للثلث الثاني من صفوف للموذج المسابقة الكنجارو للصف الثالث والرابع يعطيكم العافية والصحة والسلامة تحيات الأستاذك الشعلة وفق الله وأبنائنا لكل خير وسعادة وتوفيق شكرا لكم جميعا ترجمة نانسي قنقر